أهلا وسهلا بيكم الحلقة دي هقولكو فيها 12 علامة توريلكو بوضوح انكم بتتعرضوا للخداع النرجسي في حلقة كيف نكتشف الخداع النرجسي اتكلمنا عن العلامات في الشخص نفسه في تصرفات وسلوك الشخص نفسه اللي بتتعامله معاه اللي بيخليكو تشتكوا انه نرجسي او متلاعب وبيتسلوا ومشواخد العلاقة جده وتبدأوا تاخدوا بالكم من الموضوع وتشوفوا هتعملوا في ايه فرق الحلقة دي هي اننا هنتكلم عن احساسكم انتو داخل العلاقة العلامات اللي بتحسنتوا بيها وانتو بتتعامله مع شخص تخليكو تشكو انكم بتتعرضوا لتلاعب متعمد بغرض السيطرة في علاقة استغلالية طبعا كالمعتاد انا في الغالب بكلم الستات في الحلقات لانهم في اغلبية المواقف هما اللي واقع عليهم الضرر لكن المعلومات اللي بنقولها في الحلقات دي مفيدة للجميع ستات ورجالة في كافة انواع العلاقات مش بس العلاقات الشخصية او العاطفية حتى في الشغل ورجعوا لحلقة المدير النرجسي هتلاقونا بنتكلم عن نفس العلامات ولكن داخل نطاق الشغل والمعلومات دي كمان مفيدة لما تحبوا تنصحوا اولادك وبناتكو لو كانوا واقعين في علاقات استغلالية او مش عايزينهم يقعوا في علاقات استغلالية فتاخدوا بالكو من النقط دي توصلوها لهم بدري بدري واحنا لسه على البر عشان تحموهم من الوقوع في الخداع المعلومات اللي في الحلقات كمان مهمة في توعية الناس اللي حواليكو عشان تحموهم اصلا من الوقوع في الفخ النرجسي وهتلاقوا كل التفاصيل في كتابي فخ الطووس دليل النجاة من حيال الخداع النرجسي ليه الستات بالذات انا بكلمهم في الحلقات لانهم معرضين للخداع لان في بنات كتير عندهم حسنينية مبالغ فيه جدا وعندهم توقعات مفرطة في الرومانسية بسبب اللي بيشوفوه في الافلام والروايات ودي موضوع ده موضوع كبير هنتكلم فيه في حلقة منفصل عشان ننتبه لبعض الافكار اللي بتروج من خلال الاعلام او من خلال الافلام والمسلسلات والروايات العاطفية اللي بتخلي الناس عندهم توقعات غير وقعية من العلاقات الانسانية وبالتالي يتعرضوا اما لخداع واما لخيبة امل تدمر لهم علاقاتهم الطبيعية فده هنتكلم فيه في حلقة منفصلة ان شاء الله عندنا مشكلة كمان في تربية البنات زي ما شرحنا في حلقة منفصلة وهي التربية على المثالية المفرطة ارجعوا لحلقة المثالية المفرطة لانها غالبا بتكون مرتبطة بمشكلة مهمة وخطيرة وبتؤدي للوقوع في علاقات استغلالية قلة الثقة في النفس فارجوكوا ارجعوا لحلقة دي كمان وبصوا عليها كويس طيب ندخل بقى في تفاصيل الحلقة دي ايه العلامات اللي تخليكي تنتبهي انك بتتعاملي مع شخص نارجيسي في الاسرة او في العمل او لو كان شخص بيتقرب لك او هيخطبك دي 12 علامة واضحة هقولها لك بالتفصيل اولا دايما بتشكي في نفسك وفي رأيك وتقييمك للامور بعد ما هو يقول لك رأيه في تصرفاتك وافكارك بمعنى انه لا يمكن يوافقك او يسندك دايما هينتقد بشكل يقلل من رأيك ويخليكي تشكي في اختياراتك وقناعاتك ولو حتى بالسخرية منها فقدي اول علامة تاني علامة دايما بتشكي انك حساسة زيادة عن اللزوم وهو هيقول لك كده فعلا يعني انت هتحسي ان انت هتبدأي لأول مرة في حياتك تشكي ان انت حساسة زيادة عن اللزوم رغم ان عمر ما حد قال لك كده قبل كده والشخص ده هيقول لك كده فعلا وهيبدأ يدوس على النقطة دي لغاية ما يقنعك ان انت عاطفية زيادة عن اللزوم وانفعالية جدا وحساسة بشكل مفرد وان دي كلها صفات سلبية ولازم تتعلمي تتغيري وتجمدي شوية وتبطلي تنفعلي على كل حاجة وهتبدأي تصدقي فعلا وتبدأي تحاولي تتغيري وتغيري مشاعرك وتغيري ردود افعالك وتغيري طريق تفكيرك فعلا عشان ترضي فدي تاني علام تالت علام هتلاقي نفسك كتير حاسة انك متلخبطة متوترة مشدودة بتجري بتلف حوليه نفسك في حاجة ناقصة في حاجة ما عملتهاش حاسة بالزنب حاسة بالتقنيب طول وقت ومن غير ما انت عارفة ايه المصدر بالتحديد يعني ما فيش حاجة معينة انت نسياها او لازم تعمليها قبل دادلاين معين ده بقى شعور طبيعي كده طول الوقت ان انت طول الوقت مشدودة وحساسة ومتلخبطة ومتوترة وما انتش فاهمة ايه اللي بيحصل لك وان الرؤية مش واضحة بالنسبالك انت مش فاهمة العلاقة دي راحة فين وجاة منين مش عارفة هنوصل لإيه بعد كل اللي عملين نعمله ده وفي حاجة مش مريحة وانت مش عارفة تحدديها مش عارفة تحط طيافة على الحاجة اللي مش مريحة كده رابع علام هتلاقي نفسك بتعتذري بدون توقف بسبب ومن غير سبب ومطلوب منك انك تقولي أسفة للشخص نفسه اللي انت حاسة انه هو مصدر المشكلة أساسا وانك مش فاهمة بتعتذري على ايه بس هو ضربك لغاية ما وصلتي لمرحلة ان انت بقتي فاهمة ان كل ما توقع في مشكلة مطلوب منك انت اللي تعتذري بغض النظر انت سبب المشكلة ولا هو سبب المشكلة ولا المشكلة حصلت من الهوى في كل الأحوال انت الملامة انت الغلطانة انت اللي عليك تعتذري سواء فاهمة بتعتذري على ايه او مش فاهمة بتعتذري على ايه دي الطريقة الوحيدة ان انت تسترجعين ان هو يكلمك تاني ان انت تعود يتقولي أسفة وتترجيه وتتذلليله وتسترضيه وتجري وراء عشان يتكرم ويتعطف يكلمك تاني فلو لقيت ان ده طبعا كلنا بيحصل لنا كده يعني برضو انا مش عايزة دايما زي ما بقولكو في كل الحلقات ارجوكو ما تاخدوش كلامي على ان هو معمم لأ انا بتكلم على حالة خاصة فيها شخص عنده مشكلة نفسية وبتكلم على ان المشاكل اللي بنحكي عليها دي تتحول لسلوك يومي مش مشكلة مرة عارضة كل واحد فينا في الدنيا اكيد بيغلط ولازم يعتذر وممكن تكون الغلطة كبيرة جدا فلازم يعتذر عليها قوي ده شيء طبيعي لكن لما يتحول حياته كلها لان هو طول الوقت ملام وغلطان ومطلوب منه يعتذر وطول الوقت الشخص التاني حاسس بالاستحقاق ان انت تعتذر له كده يبقى فيه مشكلة ولازم نبص نشوف ايه الموضوع خامس علامة هتلاحظي انك دايما بتحاولي تلاقي له اعذار تختلقي له اعذار تقلفيها انت من عندك وتخترع اي كلام للدفاع عنه قدام معارفك وقرايبك وصحابك واسرتك لان دايما باستمرار مش مرة واحدة دايما باستمرار سلوك معتاد تصرفاته غريبة وصادمة ومش مفهومة وبتدايق الناس ما بيجيش في المعاد مثلا ما بيجيبش هدايا وهو جاي بيرد عليهم ردودة عنيفة صخرياته مؤلمة والناس بتتدايق منها ما بيتفعلش معاهم صح ردودة افعاله مش لايقة على الموقف وكل الحاجات دي احنا اتكلمنا فيها بتفاصيل شديدة جدا في الحلقات اللي بتشرح السلوك النرجيسي فعشان ما نخرجش عن الموضوع هنا مش هدخل فيها بالتفاصيل وارجعوا للحلقات افتكروا تاني السلوك النرجيسي بيبقى عامل ازاي فهو الشخص لما بيتصرف كشخص النرجيسي وسلوكه المسي اللي هو بيدايق كل الناس ده انت بتلاقي نفسك كأن عليك كأن انت مسؤولة عن ان انت تدفع عنه وتخلي الناس تعذره وتحاولي تبرري له طول الوقت ماشي وارانتي تبرري هو بيعمل ده ليه وتتخذي له حجج من عندك حتى مش هو اللي قالها انت اللي بتبرري من دماغك عشان انت مكسوف عشان انت حاسة بالحرج من اللي هو بيعمله العلامة السادسة متعلقة بيها وهي انك بعد شوية من الكسوف والإحراج هتلاقي نفسك بتنغلقي على نفسك وبتبعيدي عن الناس ودايرتك الاجتماعية بتقل وبتنكمش باستمرار 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 بتفقدي صحاب بتفقدي قريب الناس بقيت مش عايزة تقرب منك ولا انت عايزة تقربي منهم وان هو سبب سواء لانه بيقنعك ان هو ما بيحبش اللي بتحبيهم يعني كل ما نخرج خروجها مع فلان او علان اللي هما من قريبنا او من اصدقائنا اللي طول عمرنا او من جيراننا اللي طول عمرنا مقضين حياتنا معاهم نرجع من الخروجة يبدأ هو يقولك على فكرة الناس دي مش مزبوطة على فكرة اخلاقهم معرفش ايه على فكرة بايخين ما بحبوهمش ما بطبسطش في القاعدة معهم ويبدأ يتكرر هذا السلوك مع اي حد انت قريبة منه بتحبيه وطبعا ده احد طرق الخداع النرجسي اللي شرحناها قبل كده ان هو بيفضي من حواليك دائرة المساندة عامدا عشان يستفرد بيكي فلما تلاقي نفسك ان ان انت دائرة معارفك عمالة بتقل بسببه واما لان هو اللي بيقولك كده دايراكتلي وبيحاولي شككك في الناس كلهم بيقزوك كلهم عايزين بيكرهوك كلهم غيرانين منك كلهم بيحسدوك هيبهاتوا عليك اخلاقهم مش كويسة وانتي هتبقى زيهم او لان تصرفاته بتسببلك حرج فبقيت بتفضلي البعد عن الناس بدل الاعتذار المستمر واختلاق الاعذار باستمرار والشعور المستمر بالحرج والكسوف منه فكده انتي عندك مشكلة اللي كانت النقطة السابعة انه باستمرار وبدون توقف بيعدل على افكارك وتصرفاتك دايما بيصلح لك كأنه هو مدرس وانتي تلميزة دايما بيديك تعليمات تتصرفي ازاي وتعملي ايه وتفكري ازاي دايما حسك كأنك طفلة بالهاء وهو بيربيك كأنه بابا وانتي طفلة عندك خمس سنين ومش فهم حاجة وهو بيقولك اه اه لأ كده وحش يا ماما لازم تعملي كده ولازم تقولي كده ولازم ما تعمليش كده وحس ان دي نظرته ليك انه هو مستقلك انه هو بتعمل معاك كأنك قليلة كأنك مش كاملة كأنه هو مسئوليته يعيد تشكيلك او يكملك او يربيك او يكبرك عشان انتي هبلة وطفلة ومش فهمة وانه مش محترمك كشخص مساوي له مش تابع له مش بيبصلك على انك مساوية له انسانيا كشخص بالغ عاقل مستقل بيبصلك على انك قدرتك العقلية محدودة زكائك على قدك ما تعرفيش تاخدي قرارات من غيره هتوهي في الدنيا لو هو اختفى رغم ان انتي قبل ما تعرفيه ما كنتش كده لو انتي دي شخصيتك دي مش مشكلتنا لكن انا بتكلم على حد ما كانتش دي شخصيته وبعد ما قابل حد الحد ده اقنعه انه هو كان شايف نفسه غلط وانه هو مش كافي ومش نافع ومش عارف وانه ضعيف وقدراته ضعيفة وانه لازم يبدأ يحسن نفسه وانه مش ما ينفعش معاه ولازم يرتقي بها عشان يليق بي دي كل دي علامات تخليكي توقفي وتركزي وتشوفي انتي في علاقة شكلها ايه بالزبط النقطة التامنة متعلقة بيها وهي انه دايما بيقولك ملاحظات سلبية عن نفسك اي حد فينا في علاقة قريبة من شخص ما طبيعي اننا هنقول لبعض خد بالك من كذا انتبه انت عملت كذا ده طبيعي انا قريبة منك واحنا صحاب مثلا انتيم او انا اختك او قريبتك خايفة على مصلحتك طبيعي ان انا في وقت من القويات هنبهك لو عملت غلط بس لو تحول ده لسلوك دائم وطول الوقت انا مش انتي بتقوليلي وانا بقولك يعني الموضوع مش متبادل لا ده انا اللي طول الوقت بنبهك واقولك حاجات وكلها سلبية يعني عمري ما بقولك برافو على فكرة انت تصرفتي صح في الموقف الفلان ما سمعتيهاش مني ابدا طول الوقت بتسمعي مني ما ينفعش كده ما تعمليش كده اعملي كده كده غلط كده وحش كده مش عارف ايه فهنا عندنا مشكلة لان العلاقة الطبيعية خدوهات العلاقة مع شخص نرجيسي لا خد بس من ناحية النرجيسي وهو لا يتقبل اللوم افتكروا برضو الصفات النرجيسية ان هو لا يتقبل اي نقد او ملاحظات او لوم نهائي من اي حد ايا كان لكن هو من حقه يلوم ويعدل على جميع الناس اللي حواليه وطول الوقت هو شخص سلبي فطول الوقت نظرته لكل حاجة في الدنيا سلبية وانتقادية ويطلب من الناس انها تصلح ودايما هيقنعك ان انتي المشكلة انتي اللي فيك حاجة سلبية عايزة تتصلح انتي اللي سلبية وغلطانة ومش فهمة ومش عارفة في اي موقف حتى لو الموقف ده كان خارج ارادتك نزلته في يوم لقيته على الصفة مش في ايدك حيتخنق معك على ايه انتي مش عارف هو مجرد ان انتي سبب كل حاجة سلبية في الحياة ده طبعا مثال المبالغ فيه جايز فيك وحد ده تعرض له وقولولي في التعليقات لكن ده اللي هيحصل ان انتي حتى في المواقف اللي انتي مش انتي طرف فيها اصلا مش في ايدك ان المواقف بقى بالشكل ده حيتنرفز عليك انتي تمام فقادي تامن علامة تسع علامة بكل الاسباب اللي فاتت دي بدأتي تقتنعي انك دايما هتعكي الدنيا يعني فقدتي ثقتك في نفسك بقى بدأتي مقتنع ان انتي ما بتعرفش تتصرفي دايما هتغلطي دايما هتعكي الدنيا عمرك ما بتعرفي تعملي حاجة صح بدأتي تشكي في قوتك وقدراتك وتفكيرك وقراراتك ما بقتيش واثقة في قدرتك على اتخاذ اي قرارات صحيحة دايما شكة انك لازم تغيري رأيك وتتراجعي فيه مهما كنت متأكدة بدأتي تلاقي نفسك ان لو اي حد راجعك في قرار او نقشك فيه تروحي متراجعة ولا غياة جاري احسن يطلع غلط وانك ما كنتيش كده قبل كده ودي الحتة المهمة ان انتي كنتي الاول واثقة في نفسك وكويسة وبعد العلاقة دي طالت او قصرت انتي بدأتي تتغيري نظرتك لنفسك بهذا الشكل النقطة العشرة بدأتي تبقى في وضع دائم للدفاع عن النفس خصوصا لما بيكرر نفس الاتهمات او السخرية اللي بيقولها عنك وبقيت حفظها ومتوقعها وده من احد اساليب التلاعب النفسي النرجسي ارجعوا لحلقة الشعلالة اللي هي الجاس لايتينج مهم جدا تفتكروا التفاصيل اللي كانت في الحلقة دي لانه بيوصلك لمرحلة انه بيجننك حرفيا بتشكي في نفسك لغاية ما تبقى جدود افعالك عصبية وعنيفة ومبالغ فيها فيبدأ هو يشاور عليك يقول للناس شايفين اللي انا مستحمله مجنونة غلبانا يعاني وانا بحاول وكتر خيري ان انا مستحمله ويثبت لنفسه ويثبت للناس ان انت اللي وحشة هو اللي كويس فهتبقي حاسة بالهجوم لو لقيت نفسك حاسة بالهجوم المستمر وما بقتيش مستحمله ملاحظة او كلمة لا منه ولا من اي حد عشان طول الوقت حاسة ان انت هدف للهجوم وان هو طول الوقت بيهجمت طول الوقت بيعدل عليك طول الوقت مش عاجبه وان ردود افعالك بقت دايما غاضبة وانفعالية وحاسة بالاهانة المتراكمة من كتر الهجوم فرد فعلك على الحاجات مهما كانت بسيطة بيبقى انفجاري لانه متراكم من على احداث كتير في مدة طويلة وانه غير ملائم للحدث وبدأتي تقولي لنفسك ده انا تجننت ادي حتة خطيرة تانية جد نمرة 15 بدأتي تبقي حاسة دايما انك مش كفاية مش مالي عينه عليكي واجب تفضلي تحسني من نفسك لان انت كده مش مناسبة لازم تتعابي عشان ترضي طول الوقت لانه محتاج احتياجات انت يعني كبير عليك وكتير عليك انت مش عارفة تكفي ولكن النقطة الخطيرة هي انك مهما عملتي هو برضو مش راضي وبيطلب اكتر فبتشعوري بخيبة الامل والاحباط وان داي بقى سلوك مستمر وده شعورك الدائم انه طول الوقت مش راضي طول الوقت عليكي حاجة لازم تعمليها فوق اللي بتعمليه ايا كان اللي بتعمليه قدقي كبير وطول الوقت هو مش راضي مهما عملتي اخر نقطة نمرة 12 واختر علامة انك بعد كل البهدلة اللي انا حكيتها في ال 11 نقطة اللي فاتوا دول طبيعيا بدأتي تشعوري انك تغيرتي وبقيت شخص مختلف عن نفسك اللي انت عارفاها وحباها ومتعودة عليها وان التغيير ده مش ايجابي يعني تغيرتي مش للأفضل احيان كتير في حياتنا شخص بيدخل حياتنا يحسسنا اننا كنا كسلانين كنا نايمين وان في الحياة لسه فيها وان الواحد اللي عنده قدراته تقاطي يفجر تقاطيك الابداعية يفجر حبك لنفسك ده حاجة جميلة حاجة ايجابية دي العلاقة الايجابية اللي هنحكي فيها في حلقة منفاصلة زي ما طالبتوا مني عايزين نشوف العلاقات الايجابية شكلها ايه اللي بتكلم فيه هنا هو شخص بيحسسك طول الوقت ان انت مش كيفية وان ان انت غلطانة لدرجة ان انت نسيتي نفسك فقدتي نفسك مش اكتسبتي صفات كويسة جديدة انك بقيت لما بتبصي في المراية مش عارفة مين الست اللي بتبصي لك دي ودي كانت احد اهم الاجابات المتكررة لما خلال النقاش سألتكو في بوست مرة ايه اكتر حاجة نبهتكو انكو في علاقة نرجسية مدمرة وخلتكو تفكروا وتنقذوا نفسكو الbreak point what happened that made you think انا this is it انا في حطة غلط انا عايز امشي تمام معظمكو ردوا ان لما صحت في يوم اكتشفت اني ما بقيتش عارفة انا مين ما بقيتش عارفة نفسي فدي علامة لا يمكن تجاهلها والمفروض تكون علامة فارقة لان الشخص اللي بيحبك بجد واللي بيحبك بجد مش هيخليكو تخسروا نفسكو عشان تردون مش هيخليكو تبعدوا عن روحكو عشان تقربوا منه مش هيطلب منكو تدفعوا تمن وجوده في حياتكو من ثقاتكو في نفسكو ومن حبكو في نفسكو ومن قوتكو النفسية مش هيضطر يضعفكو نفسيا وجثمانيا وعقليا عشان يثبت سيطرته وقوته عليكو وهتلاقوا الكلام ده بالتفصيل في كتابي فخ التوصف مش هنحش رحينا كتير اللي حب يستزيد يجيب الكتاب طيب نعمل ايه لو بعض او كل العلامات دي حصلت لنا في علاقة مع شخص معين في حياتنا خلاص اوكي سمعنا بقى الكلام ده وتقلمنا وعياتنا دلوقتي شوية انا متأكدة ان في ناس تأثرت جدا بالكلام ده اول خطوة للاصلاح في اي مشكلة هي معرفة المشكلة دي بالتفصيل ومواجهتها والاعتراف بها وده هدف الحلقات دي التوعية في اي موضوع في الحياة هدفها ان الانسان يكتشف ايه المشكلة اللي هو بيوجهها فبالتالي يبدأ يواجه تفاصيلها ويعترف بها علشان يبدأ يعمل تاني خطوة وهي طلب العلاج يعني يصلح حياته خطوة الاصلاح دي هي الخطوة نمرة اثنين اللي بيتلوها خطوة نمرة ثلاثة اللي هي اما الاصلاح واما الانفصال فخطوة الاصلاح زي ما شرحنا في حلقة الاستفادة من المعلومات جمع المعلومات في حد ذاته مش هدف الهدف هو تحويل المعلومة دي لفعل قابل للتطبيق لتحسين حياتنا فانا قلت معلومات مهمة ولطيفة دلوقتي خبطت فيكم تمام؟ قلتوا اه انا عندي المشكلة دي نعمل ايه بالمشكلة دي ما تعملوش الغلطة السائدة اللي هنتكلم عليها في حلقة منفصلة برضو ان شاء الله قريبا وهي ان انتو تلخبطوا ما بين طلب المشورة وطلب اتخاذ قرار من شخص اخر غير انفسكم قرارات حياتكم الشخصية تاخدوها بنفسكم فانتو عايزين تعملوا ايه؟ نروح ندور الاول مثلا نطلب المسندة من حد كبير لو احنا لو دي علاقة خطوبة او جواز هنطلب المسندة من حد كبير يتدخل ويحاول يسلح ما بينكم او لو كانت علاقة عمل مديرك المباشر او مديرك المباشر عنده مشكلة وفي مدير اكبر منه واحنا مش عارفين نتعامل مع اللي قدامنا ده نروح نجيب لأكبر منه ونشتكي بشكل محترم من غير خناقة ارجعوا لحلقة كيف انا حل مشاكلنا برضو هتلاقوا فيها القصة دي تمام؟ فحنطلب المسندة من حد كبير يتدخل يحاول يسلح والله نفع اهلا وسهلا ما نفعش ناخد الخطوة اللي بعديه نطلب مشورة احترافية من متخصص نفسي معتمد سواء هتروحوا لوحدكم او هتاخدوا الشخص التاني ده معاكم لو هو معترف وعايز يحل المشكلة دي وتبدأوا تدخله في سكة علاج نفسي او مشورة نفسية على حسب شكل العلاقة اللي انتوا داخلين فيها وحجم المشكلة ما نفعش في بعض الاحيان هتضطروا تطلبوا مشورة قانونية يا جماعة من محامي محترم لان كتير منكم بيعرضوا مشاكل معقدة جدا قانونيا في مراس او حضانة او نفقة او مؤخر او مرتبات مشاكل كبير ملهاش حل تاني غير قانوني فلو هدفكم تحفظوا حقوقكم او لو في اولاد في الموضوع دي علاقة خاصة حقوق الاولاد والطرف الاخر رافض التفاهم السلمي بالخطوات اللي احنا حكيناها دي جبنا حد يتوسط منفعش روحنا المتخصص نستشير ومنفعش فاذا لازم ننقذ نفسنا شوف لنا حال ارجعوا بقى لكل الحلقات في قائمة فخ الطووس عن الشخصية النارجسية قائمة الاسرة النارجسية عن الاب النارجسي والام النارجسية والعلاقات داخل الاسرة قائمة النارجسي في العمل بما فيها المدير النارجسي والمديرة النارجسية نفهم بيفكروا ازاي ونتعمل معهم ازاي وقائمة الحموات لسه فيها حلقات كتير جاية في السكة ان شاء الله هتلاقوا بقى في كل القوائم دي معلومات كتير متعلقة بالتعامل في علاقات نرجسية في ظروف مختلف كتابي فخ الطووس متاح اونلاين من كل مكان في العالم ده كتاب الكتروني مالوش نسخة ورقية وطريقة الحصول عليه موجودة في حلقة منفصلة وهتلاقوها في رابط تحت الحلقة دي في التعليق المثبت وفي كابشن الفيديو ان شاء الله الكتاب فيه تفاصيل الشخصية النارجسية ونصائح للتعافي وفي كتب قادمة ان شاء الله همضيف تفاصيل الاسرة النارجسية والنارجسي في العمل والحموات اشكركم جزيلا على حسن المتابعة ودايما زي ما تعودنا مستنياكم في النقاشات تحت الحلقات على يوتيوب وفيسبوك وفي قسم الكوميونيتي على القناة وبشكركم جدا على متابعتكم واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله